في هذه المزرعة المهجورة والمتاخمة لمدينة فرندا بيتيرت تعيش بعض العائلات في ظروف صعبة منها عائلة أحمد التي تعيش في سكن هش من القصدير والحجارة بأسقف رثة لا تخلو من تسربات مياه الأمطار في مثل هذه الظروف المناخية مهمة أني سكن هنا في وضعية كاريثية في سكن تنعدي في أدنى شروط الحياة من غاز ما كان حتى حاجة في رمق فيها تحتها غار أي لا يسقط في أي لحظة إن عدام كلي لشروط الحياة الكريمة فمياه ملوثة لا غاز ولا تدفئة سوى الاستعانة بمدفأة المازوت وغرف أبوابها من القماش مما كان لا غاز لا نشربه من مصخ 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 ماشي خرج لك عائلة كما هكا يعني قادر بس كما هذك عشيمية لنيشا حياة قاسية كابدها هذه العائلة في ذل مناخ بارد أثر بالسلبي على حياة أفرادها خاصة هذه البراءة التي تحلم بمسكن وغرف تمنحها ممارسة حقها في العيش بعزة وكرمة